العاشر من شهر محرم فسأل عن السبب فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه فضل صيام عاشراء لصيامه أجر عظيم يكفر ذنوب سنة ماضية ويستحب صيام اليوم التاسع أيضا من محرم مخالفة لليهود عاشراء عند الشيعة كان من قدر الله عز وجل استشهاد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم العاشر من شهر محرم في موقعة كربلاء المؤسفة وباتت لهذا اليوم رمزية خاصة عند الشيعة يقيمون فيه طقوسا خاصة شاركنا رأيك في التعليقات